السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودت وينز طبعا أصدقائي إن شاء الله اليوم حابب أتكلم عن موضوع جوجل أناليتيكس كتير من الأصدقاء ومن المتابعين بعانوا من مشكلة كيف تسبيت جوجل أناليتيكس في الموقع أو المدونة يعني خصوصا أنه كان فيه إصدار أو تحديث جديد من الجوجل أناليتيكس فلهيك أنا حابب أتكلم يعني بشكل تفصيلي عن هيك موضوع تمام فأتمنى منكم اتابعوا الحلقة هذه للنهاية لكن يا جماعة بالله عليكم أنا حابب أنوه أنه كتابة المقال الحصري تمام أنا تكلمت في الجزء الأول زي ما أنتم شايفين في الصورة المعروضة عنكم هان تمام اتكلمت عن الجزء الأول عن المقال الحصري وإن شاء الله في بالي قريب جدا أعرض الجزء التاني والجزء التاني وعد مني ليكون أهم ألف مرة من الجزء الأول لأنه أصلا أساس زياراتك من جوجل طيب تمام فأنا بس كل اللي بديها يعني منكم عن جد تشاهدوا الفيديوهات واتبقوا بشكل عملي وإن شاء الله أنا دائما راح أدعمكم بكل جوتي في الفيديوهات اللي زي هيك الفيديوهات الحصرية 100% وعشان جماعة بس ما أطول في الحلقة هذه أنا بس يعني حابب أطلب منكم طلب بسيط وهو القناة هذه أنا ما بعرف من هو هذا الشخص طيب لكن متأكد أنه بني آدم محترم جدا وبيستهل الدعم فلهيك أتمنى منكم تزوروا للقناة هذه وتشتركوا فيها إذا في معزل سيسو عنكم وعشان ما يعصبش سيسو كتير كل طلبي أنه تشتركوا في هاي القناة هاي القناة يا جماعة اشتراك وتفعيل زر الجرس لهاي القناة هاي القناة يا جماعة لشخص محترم جدا جدا والله العظيم والله أنا دخلت فيديو واحد بس اللي هو هذا الفيديو اللي أنا دخلته تمام القناة تبعته أو المحتوى اللي بيقدمه أنا عجبني للأمانة تمام هو بتكلم عن القصص وعن الكتب والشغلات هي دي زل ما محترم ومتعلم يعني مثلا أنت لو شفت فيديوهاته حتى الصور كمان يعني بتفتح النفس أنا شايفها فزل ما أنتوا شايفين يا جماعة تمام هاي القناة أتمنى منكم تتبعوها على فكرة أنا كتاب السر من تأليف روندا أنا كتاب سري كريتو وهو عليه كمية مبيعات ضخمة على مستوى العالم كتاب محفز بتكلم عن الطاقة والإيجابية ومن هاي القصص سيدي للأمانة أنا أحترم الشخص سيدي وأحترم محتوى فأتمنى منكم تشتركوا في القناة تبعتوا يا جماعة القناة والله العظيم يعني محتوىها علمي أنا شايف طبعا يا جماعة عشان ما نطولش إحنا في المقدمة هادي أنا بعتزر كتير خلونا نصال على النبي ونسمي بسم الله وأتمنى منك إنه صمصومة عجلك تشغل خلايا مخك في الحلقة هادي لأنه جد كتير مهمة يلا بينا نبلش وصل لي يا معلم أول شغلة أنا بدي أفهمك شو جيمتو جوجل أناليتيكس جوجل أناليتيكس يا بنعم لو أنا إجيت ودخلت عليه بالشكل هاد طبعا أتمنى منكم تصلوا على النبي محمد جبل كل شيء زي ما انت شايف زيارات عندي في الموقع في الوقت الفعلي خلينا نحط إحنا على الوقت أو الصفحة الرئيسية تمام هي ظهر معي بالشكل هاد طبعا هاي الجلسات زي ما انتوا شايفين اللهم يصالوا على سيدنا محمد حاليا حاليا في عندي قديش حطت زي ما انتوا شايفين على كلمة الوقت الفعلي في عندي 26 شخص حاليا حاليا الساعة واحدة أربع صباحا تمام يعني لسه النهار بيبدأ في عندي السوشيال فيسبوك بس اتنين ونوتو بروفايدد في عندي 22 يعني اللي هم من جوجل في 22 من السوشيال الفيسبوك في عندي اتنين تمام الزوار اللي جايين من وين مصر سعودية جوردان يمن على فكرة بتبدلوا ما بين كل ثانية وثانية حسب التغيرات اللي بتصير حسب المستخدمين اللي بدخلوا القناة تمام يعني لو ضلتنا أحدث ما بين كل دقيقة ودقيقة هتلاقي فرق شاسع فوظيفة جوجل انالتكس بقولك يا عمي مين الناس الموجودة في الموقع تبعك هذا واحد ترجم اتنين بوضح لك أنه أهم المقالات اللي ماشية معك وبيجيك عليها الزيارات من جوجل تمام يعني المحتوى اللي ماشي معك بإمكانك أنك تحسنه من خلال جوجل انالتكس تمام كمان في نفس الوقت يعني جوجل انالتكس ممكن يوضح لك النقرات الغير شرعية أو المصادر اللي بتجي لك منها الزيارات يعني احنا زي ما قلنا هان بالظبط تمام أنا هان جاييلي مثلا سوشيال و أورغانيك هاي هان كتب لي مصدر أساسي لهو السوشيال يعني تمام جايي نهان من الفيسبوك أنا هيكت ما فيش عندي يعني أي خلال أنا الموضوع عندي تمام لكن ممكن يذكر لي اسم موقع سيئ السمعة فأنا هيكت بكون افهمت أنه أجاني لهو إيش زيارة غير شرعية فبإمكاني أنه أبلغ شركة جوجل عنها مباشرة تمام أنا ما بدأ أوضح عنه تفاصيل 100% لأنه مش وقته أنا هيجيت هدفي الأساسي أنه أوضح لك كيف بتثبت في المدونة تبعتك جوجل أناليتكس مهم جدا يا جماعة بعيد تاني طيب عشان إحنا ما نطولش في الشرع هان خلوني ندخل على متصفح جوجل كروم ونثبت الأداء بس قبل ما ندخل على متصفح يا بن عم يا حبيبي بديك تدخل على المتجر تبع جوجل بلاي تبع جوجل بلاي بس تكتب لحالك كلمة أناليتكس بالشكل هذا وتعمل سيرتش تمام زي ما أنتوا شايفين هذا هو جوجل أناليتكس بإمكانك تنزله على طول لأنه كل الأهمية فيه طيب تماما معلمي خلونا احنا هلوقت ندخل على المتصفح بالشكل هاد بدي نبحث عن جوجل أناليتكس اجيت وبحست يا جماعة عن جوجل أناليتكس في المتصفح تبع جوجل كروم تمام بالشكل هاد وبدي أجي أفتحه تمام بس أهم شغلة لازم أحول سطح مكتب لازم أحول سطح مكتب مهم جدا أني أعمل هيك طيب تماما جماعة هلوقت فتحت معي الصفحة الأساسية هادي أول شغلة بدي أطلعي لها أو بدي أضغط على كلمة المسؤول كلمة موجودة لتحت اللي ضغط عليها بالشكل هاد تمام دخلني هان طبعا أنا هان يا جماعة منشئ صفحة جديدة وفيني أنشئ شايفين كلمة الحساب خلينا أكبر الشاشة شوية كلمة الحساب هادي بدي أضغط عليها وبدأ أعمل حساب جديد تمام هانا بقول لك يا عمي إيش اسم الحساب اللي أنت بدك تعمله مثلا أنا بدي أسمي اسم الحساب يا سيد العزيز خلينا أديله اسم أحمد بالشكل هاد تمام منتجات وقياس الأداء والدعم الفني والقصص الصادية كلها ماشية مع الم اعمل اللي أنت بدك يا هاي التالي بعد ما ضغطنا يا جماعة التالي بدي أجي هنا وبدأ أكتب له اسم الموقع بنخش على المدونة بالشكل هادا ركزوا معي كويس يا جماعة خلنا على المدونة بس عشان أوصلكوا الصورة كيف بدأ ينتسخ الاسم صح يا أما بتخش على الإعدادات تمام الإعدادات بالشكل هادا وهي عنوان المدونة هو اللي بدك تاخده تمام بتعمل تحديد الكل بالشكل هادا وإنسخ الاسم بس يعني بكون أحسن إليك عشان تفهم إنه هذا الأنالتيكس تابع للمدونة تبعتك طيب تمام اسم الموقع يا عمه وهذا هو مجلة أنسة طب المنطقة الزمنية من وين أنت طبعا للأسف لأنه مش بسكر اسم فلسطين في الإعدادات في للأسف رح نضطر نضيف اللي أنتو شايفينه طيب تمام العملة العملة بالدولار الأمريكي هالوقت تركز وهو هتضغط التالي قبل ما تضغط كلمة التالي في عندك كلمة اسمها إزهار الخيارات المتقدمة نفعل هذه الأداء لما إحنا فعلنا هذه الأداء زي ما أنتو شايفين هان بقول لي عنوان URL للموقع الإلكتروني عشان أنا أضيف عنوان URL لازم أدخل المدونة ولازم أضغط على الإعدادات وأعمل عرض للمدونة الفكرة يا جماعة من عرض المدونة أنه أنا بدي أشوف الرابط تبعي هالوقت الرابط تبعي بدي أشطب أول شغلة منه الأم يساوي واحد هاد هيك أنا شططه وركز لي هنا الاتش تي تي بي اس أيوان الاتش تي تي بي اس فيها اس موجود ولا لا آه والله يا عم سيسو موجود طب خلاص تمام فهمنا يا عم السيستم شكرا إلى كباشا بنيجي وبننسخ الرابط الله يخلف عليه تركز معي طيب بعد ما نسخنا الرابط بنيجي بندخل هان على جوجل أناليتيكس وبنقول له يا عمي لقينا الدول بدكية هذا هو تمام بس إيش المشكلة اللي قابل دابليو اللي هو الاتش تي تي بي اس هذا كله بدأ أشطبه هيك موقعك أنت ضفته بشكل صح طيب تمام هان ما تلعبش في الخيارات هذه خلاص اضغط التالية على طول بالشكل هذا طيب هان بقول لك المدونة تبعتك أو الموقع تبعك عن إيش بتكلم بالزبط طبعا أنا واحد بين الناس بتكلم عن الجمال واللياقة والقصص هذه طب حجم النشاط أكم واحد بشتغل فيه هو لواحد أقد نفر بس تركزو معي طب هان يا معلمي بقول لي إيش أنت بدك إياه أصطني جوجل أناليتكس طبعا أنا واحد بين الناس بدي إياه عشانه إيش عشان أشوف قياس تفاعل العملاء مع الموقع تبعي أو التطبيق بعدين عشان أحسن الموقع تبعي بعدين يا سيد العزيز عشان أفهمت التكلفة الإعلانية وعشان أزيد إحالاتي يعني أزيد أكتب مقالات بناءا على المقالات اللي ناجحة عندي بعدين عشان أجيس الدخل بس هدول أنا شايفهما أجوى إشي بنضغط على كلمة التالي زي ما أنتو شايفين هان هان بقول لي موافقات الولايات المتحدة ومن هاي قصة السيدي فبقول له ياس تمام وتحت كمان نفس السيستيم بقول لي عمي بدك توافق ولا ما توافق ولا خلينا إحنا نضغط له كمان صح أمرنا لله هاي عمي موافق طيب تماما جمعة هاي قيت إحنا ربطنا الموقع وضفنا زي ما أنتو شايفين الإعدادات اللازمة هل وجد أنا بدي أضيف هذا الموقع في المدونة تبعتي إيش السيستيم اللي بدي أعمله كيف يعني بدي أضيفه ياسيسه أول شغلة بدي ننجي ننسخ أو نشغل النسخ الشامل شايفين هذا الرقم الرقم هذا اللي أنا علمت عليه بأضغط عليه نسخ بالشكل هات الله يخلف عليه بدي أجي أدخل على الإعدادات تبعتي المدونة في عندي كنما اسمها الإعدادات تمام هنا بقول له معرف جوجل أناليتيكس تمام بدي ألسق الرابط اللي أنا نسخته أو الرقم اللي نسخته هن وبأضغط كلمة save يعني حفظ ممتاز هاي أول خطوة نجحنا فيها طيب بعد كده إيش اللي بدنا نسوي بدنا نيجي ننسخ يا جماعة الكود لازم ننسخ الكود على أساس نقدر نفهم إنه الموقع تبعنا تمام التمام شايفين الكلمة اللي مكتوب عليها اسم معلومات التتبع في عندي فيها كلمة اسمه رمز التتبع رمز التتبع يا جماعة أيوة هيك أنا ظهر مع الكود اللي أنا بدي هذا الكود لازم أنا أنسخه هيبدأ أقول له تحديد الكل بالشكل هات بعد ما ضلتني الضغط بأصبعي تركزه معي ضلتني الضغط بأصبعي فعلم معي كله وبقاجي بقى أقول له كلمة نسخ الله يخلف ومليون يخلف طيب تمام بقاجي بأدخل على المدونة يعني بالشكل هات هالوجد بدي قاجي وإيش أسوي في عندك لهو المظهر التعديل تبع الاتش TML بص اللي يا معلم مركز كويس هالوجد في المظهر في عندك الساهم هاد تمام ضغطنا عليه بالشكل هاد وبدي أقول له تعديل اتش تي ام ال تمام او ماي جاد بعد ما ضغطنا تعديل اتش تي ام ال لو أنت لاحظت هان في عندك في السطر الرابع مكتوب كلمة هيد اللي هو الكلمة هادي ضغط عليها تمام وبقى نزل نونة بالشكل هاد وبقى أقول له يا سيد العزيز لسق هيك أنا لسقت الكود الخاص بالجوجل اناليتيكس تمام بعد يا جماعة ما نسخنا الكود وكله تمام تمام بدي أجي أضغط حفز بالشكل هاد خلي يحفظي الكود على أساس انه خلص أطمن انه كل إشي عندي تمام مية في المية تم التحديث بنجاح هيك نسخ الكود معي خلص انتهى الموضوع هل وجد انت جوجل اناليتيكس عندك شغال مية في المية الله يعطيه ألف ألف عافية خلصنا منه شكرا لك يا معلمي طيب إيش الفايدة من جوجل اناليتيكس الفايدة يا جماعة من جوجل اناليتيكس أول شغلة لو إجينا دخلنا على الصفحة الرئيسية للموقع تمام لو إجينا ودخلنا على الصفحة الرئيسية أنا واحد من الناس بدي أرقب مين في عندي في الموقع مين الناس اللي بتجيني مصادر الإحالات من مين لو انت لحظت هام في عندك علامة هام المستخدمون النشطون الآن في الموقع تمام لو إجيت أنا هل وجد تمام دخلت الموقع هنا بدي أعمل تحديث بالشكل هذا كأن زائر إجينا وعملنا تحديث بالشكل هذا الله يخلف عليه تعالي طلعلي في جوجل اناليتيكس إيه صار معك طبعا زي ما انتوا شايفين يا جماعة هل وجد هام بقول لي فيه واحد نشط ماله واحد نشط يعني فيه شخص موجود خلينا نضغط على الكلمة أحسن هادي اللي هو الوقت الفعلي أنا بكيف عليها اللي هو نظرة عامة تمام بالشكل هذا زي ما انتوا شايفين يا جماعة فيه عندي واحد نشط طبعا جايلي من جهاز هاتف أو جوال تمام وبيديك تفاصيل عنه من وين الرابط ومصدر الإحالة والقصص السادي كلها فاللي بدأ أوصله يا جماعة إنه جوجل اناليتيكس مهم جدا أتمنى منكم إنكم تطبقوه على المواقع تباعتكم جوجل اناليتيكس مهم طبعا جماعة أفضل منكم إنكم تستخدموه تمام من خلال التطبيق اللي بدنا نزله من جوجل بليه لأنه أفضل وأسهل في الفتح أما إنك تفتحه من جوجل كروم فصعب جدا إنه يفتح معك بسهولة طبعا بياخد وقت خصوصا لو كان عندك الانترنت سيئ شوي تمام إحنا هي خلصنا وسبتنا الإعدادات وكله تمام خلاص خلينا نطلع من هان طبعا زي ما انتوا شايفين هذا هو جوجل اناليتيكس اللي أنا شغال عليه شخصيا في أحد مواقع الأصلية تمام حاليا عندي 19 شخص وأغلبهم معتقد من جوجل يعني زي ما انتوا شايفين أورغنيك الأورغنيك في من ضمنهم 16 واحد بس من جوجل تمام بكتب لأسماء البلدان وبكتب لتفاصيل وبكتب لمصادر الأحالات والقصة السادية كلها التفاصيل 100% بكتب ليياها زي ما انتوا شايفين هان من مصر جاييني 9 من السعودية العربية 6 من قطر 1 من الجزائر 1 سودان 1 ليبيا 1 وهكذا فإله فايدة هو جوجل أناليتكس أنه بيديك التفاصيل اللي بدك إياه 100% أتمنى أنه تكون هيك الصورة وصلت 100% أنا ما بدأ أطول أكتر من هيك طبعا جماعة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا لي زرها الدرس والله يعطيكم ألف ألف عافية وشكرا لكم على المشاهدة والمتابعة السلام عليكم